أجنبي ولا مصري؟ أجنبي ولا مصري؟ ده إحنا السؤال ده؟ طب أقولولك بشكل تاني؟ مصري ولا أجنبي؟ أجنبي يعني ييجي مش بس للحكام طب أصبت نفس السؤال أجنبي بالتقم بتاعه؟ أجنبي بالتقم بتاعه؟ يعني بالحكم الأول والحكم المساعد والحكم المساعد التاني والرابع والاتنين الفار كمان؟ لجنة حكام تكون فيها يعني رئيس لجنة حكام أجنبي ومطور أداء حكام أجنبي يلا نبدأ يا كابتن شبير من الأحداث بس خلي بالك أنا هنا بقى حبقى إيه المدافع عن الغائب ده الغائب هنتكلم بالمنطق يلا ولو منطق هقول لك خلاص أنا ما حضر مش منطق هقول لك شكر لا أنا موفي عشان كده نموح والشهود قدامنا الحكم الجمهور أنت الحكام وانت اللي هتردوا علينا وجاوبوا وقولوا لا فارس صح وانت غلط وياكوا حد يقول كده أنا بقول لك هو من الآخر يعني كابتن شبير هيقول لكم أنا منطفق مع فارس لا والله بتكلم جد بتكلم جد والله يقولوا لا كابتن فارس صح أسامة صح أو انت صح كده خلينا عشان فعلا عايزين نوصل لحلول بقى لأنه الأمور واضح إنها بقت صعبة طيب أنا أكتر ما أحزان يا كابتن شبير إن مباراة النادي الأهلي والبنك ربما أدتني انطباع إن لأ إحنا فعلا ما فيش أمل وما فيش رفاهية إن إحنا ما نروحش للطريق الصح بوجود لجنة تحكيم رئيسها أجنبي ومسؤول عن الفار أجنبي وليه بقول الفار كمان عشان إحنا هنروح له طيب أنا بالنسبة لي قلت مع حضرتك جملة هنا قبل كده وهي إن سوق الإختيارات وسوق الإدارة والقرار السيء أسوأ عندي من تعمد الفشل ده أنا هنا هروح للسيناريو الإجابي اللي بفترض فيه إن مفيش تعمد ماشي خلينا نفترض ده ونتكلم إن على فرد إن ده سوق إدارة سوق الإدارة جاء إزاي؟ أنا عندي مباراة البنك والنادي الأهل مباراة فيها صوابق واضحة كتيرة جدا أخطاء تحكمية على غرار إن ده في المسلمين هي مباراة منحوسة ده مباراة معفراتها معفراتها وإنها حاسة ده أنا خدوا يا جماعة كلام كابتن شوبيرا هو هو اللي قال مباراة منحوسة عشان اللي جايي هنربطه بالمباراة المنحوسة دي كابتن شوبيرا قال مباراة منحوسة ليه سريعا؟ أيمن أشرف وهو معانا هنا أيمن أشرف كان معانا وفيها كمية مفارقات غريبة جدا أيمن أشرف وهو معانا بيسجل في البنك بيتلغي الهدف عمر الشنوية على الفار وبندخل في ميده سلامة والنادي الأهل بيفكت تلات نقاط إمتى يا جماعة؟ موسم عشرين واحد وعشرين واللي ضع فيه الدوري وكان أحد أسبابه المباراة دي طيب مباراة منحوسة ليه؟ بنروح لموسم عشرين وعشرين وأيضا خطأ جديد بإلغاء الهدف بتاع رامي ربيعة اللي بدأوا بالكورة اللي كان فيها فاول وتقال روح البروتوكول وسجله محمود وحيد وروحنا وتقال كلام ملوش علاقة بالقانون وقتها وروحنا الأزمة تعالى بقى كابتن ده مباراة الهيستوري بتاعها حاجة أقول ممكن طائم التحكيم اللي كان موجود في المباراة الأخيرة ده بره ده؟ لا ده حنا عندنا آخر مباراة اللي هي مباراة الدور الأول موسم اللي فات ما بين نفس الفريقين البنك الأهلي والنادي الأهلي مين اللي موجود على الفار محمد الحنفي محمد الحنفي في المباراة اللي كابتن شوبر بقوله عليها منحوسة وحاكم ساحة البنة بيحصل ضرب الجزاء على أو لمسة يد على أي من أشرف اللي هو المرة دي ما بقاش معنا بقى لعب البنك الأهلي وهو معنا ما بتتحسب لهش وهو مش معنا ما بتتحسبش عليه يعني مفارقة عجيبة طب إيه اللي بيحصل بيحصل كرسة في حوار الفار اللي طلع وقتها وبيتاخد قرار بإيقاف محمد الحنفي وطأم التحكيم بعد المباراة هنا بقى كابتن شوبر أنا بقى عايز أروح للجزء الخطر في الموضوع واللي أنا مش هعرف أكون في حسن النواية خالص وحسأل حضرتك لو هتعرف بعد اللي هقوله ده تبقى حسن النواية أنا هسمع من حضرتك إحنا جينا محمد الحنفي كاسمه متورد في خطأ الموسم اللي فات فيه وهو على الفار فيه نقاط ضاعت من النادي الآلي ثلاث نقاط في مباراة تخسرتها جيت تعين السنادي يا كابتن ياسر عبد الرؤوف لو بتحب محمد الحنفي وعايز تجمله والله حضرتك جمله في حاجة شخصية جمله في مناسبة شخصية عندما ما تجملهش على حساب الآلي لأن الآلي مش صغير أنت جبته حطيته حكم ساحة وهو كان عنده خطأ في مباراة الآلي والبنك الموسم اللي فات طيب حكم الساحة ده السنة اللي فاتت وهو حكم ساحة إيه اللي حصل حكم ثلاث مباراة بس في الدوري كحكم ساحة ثلاث مباراة بس في الدوري وكان في الوقت اللي بدأ بريرة خلاص يرمي طوبة الدوري فيه فتحطت محمد الحنفي يا بدأ ياخد مباراة بتجيبه تخليه حكم ساحة مباراة زايدة. اذن انت بتبدي اعتراضك على ان محمد الحنفي كان حاكم الساحة في هذا النقر. ده معا حاجة تانية اخضر. نعم. ان انت هتطارد ان حاكم الساحة اللي عنده الخطأ ده واللي قدرت ثلاث مباراة الموسم اللي فات جيته. عشان انت مقتنع به قوي. همشي معاك قناعة. الراجل قدرت ثلاث مباراة بس الموسم اللي فات. طبيعي لما اجي حطله حاكم فار لو انا ما عنديش سوق نواية هجيب حاكم فار دولي تقيل يسنده وهو حاكم ساحة. ده انا رحت جبت محمد علاء هاشم اللي اخر مباراة قدرها السنة اللي فاتت في 25 ديسمبر مباراة البلدية والبنك. محكمش من سنة. ومعهوش رخصة تحكيم ساحة. وباجي حط ده محاكم الساحة اللي هو اصلا عنده خطأ في اخر مباراة اللي هي في الموسم اللي فات او في مباراة البنك في الموسم اللي فات. انا عايز اقول اي حد يقدر يقول لي ان انا بقدر حسن النواية مع ده. يا اما انت انا اسف يعني مستسهل النادي الاهلي. او ان انت بتتعامل مع النادي الاهلي بلاب وبلا. او ان انت بتفرض نفسك وتقول لي الناس ده انا بطل ده انا جامد على حساب النادي الاهلي. وده غير مقبول. التعينات اللي حصلت دي يا كابتن شو بير انا بالنسبالي كارثية ومش قادر الاقي فا اي حسن نواية. ونتجتها انت عندك راكلة جزاء لم تحتسب. وهدف ملغي مخالف ايضا للقانون زي قبل. طيب بالنسبة راكلة الجزاء التي لم تحتسب. وانا قلت كلام وانا مصمم عليه. انا انا كشو بير شايفها اضرب الجزاء. لكن بكل امانة وبوضوح لا حكم الفار هيعرف يشوفها ولا حكم الملعب هيعرف يشوفها بهذا التصوير. هنا السؤال يا اسامة. مع احنا انا قريت اجتماعات والاشراف على البرامج الرياضية والمخرجين والحكام. كانت حاجة جميلة وحاجة ميت فلو 14. هل من ساعة ما قرينا عن التطوير اللي حيحدث في التحكيم. اسف في الاخراج وازهار الحالات التحكمية. هتقولنا الحاجات دي الله يخليكوا طلعان على الشاشة. يعني خليكوا عايشين معايا كده الاجتماع. وقالوا ايه واتفقوا على ايه والبيانات اللي كانت بتبعت لنا. والحاجات دي كده. وحطوها لي على الشاشة كبيرة عشان اشوف. عشان نبقى بس عايشين مع السادة المشاهدين. المشاهدين ما نتجناش على حد. هل انت شايف انه فعلا الامور تغيرت وتطورت. انا بقول لك الكرة اللي بيتقال علينا في ماتش الاهلي والبنك الاهلي. انا انا بالاحساس اقول لك اه. لكن بالصورة مش شايف. هل في تغيير هل في تطوير حصائي. لا. لا. وهنا لما جينا اتكلمنا اتكلمنا بمنتهى بمنتهى الدعم لتجربة كابتن ياسر عبدالرقوف. ولما خرج بيان هنا قلنا تجربة كابتن ياسر عبدالرقوف حتى عشرة ديسمبر احنا دعمين لها. نا. واكدنا على عشرة ديسمبر لان انا قناعاتي ان لابد من خبير تحكيم اجنبي. لان نشأة الحكم المصري العبور بالمباراة لبرا الامان اللي تتطورت للاحتواء لن تجدي مع قرة القرارة مصريش ايه. طيب ممكن نشألك سالة. فضل. ما احنا جبنا بريرا السنة اللي فاتت. ما انا ما بص يا كابتن. ما تعقبنيش باختيارك. لا لا انا والله والله. معلش انت جاوب براحتك. انا هاسأل وانت جاوب. فضل. ماذا اضاف. جبنا كلاتنبرج. كانت التجربة تبدو جيدة ولكنه كان مشغولا بشكل مبالغ فيه. الاتحاد كان ضعيف امامه. ماذا اضاف. كمل بقى. تمام. لو انا جبت لعب محترف وحطيته في فريق هو اقل من امكانية الفريق. انا دلوقتي اقول خلاص يا جماعة نقفل باب باللعابة المحترفين. ولا اقول لابد من تغيير استراتيجية التعاقد مع لعبين محترفين. تغيير استراتيجية التعاقد مع لعبين محترفين. تركيا كابتن. خدوا بريرا اللي عندنا. اللي احنا اتقال عليه فاشل. وخدوه مطور للحكام. خدوه. اه. اه. تعاقد. سنتين. ماشي. ماشي. فبالتالي انت بتختار. اما بتختار صح. وبتخلي لجنة مساعدة مصرية. عشان كابولي يجي بالتقم بتاعه. بتحاربه. ويطلع خبراء التحكيم. السابقين. اللي هم اطناع. اكتر ناس في مصر بيحاربوا بعض. الحكام. هم الحكام. اي. وبص دلوقتي هيطلع بيان ضدي. ازاي. والله العظيم تلاتة. اه. اكتر ناس. ده يبقى في اللجنة التاني يهجمه. ده يطلع الثالث يهجمه. ده يدخل. اه. يرجع. وهكذا. عمره. عمري ما شفتهم متحدين مع بعض. يبقى عشان كده القصة. نعم. ان تجديد لجنة حكام. ومطور اجنبي. وكل من مر على لجنة الحكام. الفترة الاخيرة ما يدخلش. طب كابتن ياسر عبدالرقوف. ما فرقش عن غيره ليه. لان كابتن ياسر عبدالرقوف للأسف. مش على نهج اللي قابله. عمل ايه كابتن. انا اعتقد ان ياسر بيحاول بكل الطرق. انا انا. كابتن لو بيحاول بكل الطرق. ما يعانش محمد حنفي. سمي اقول رأي. سمي اقول رأي. وحضرك ما ضرش احجار رأي. فضل. انا الحقيقة. اصل جدا في كابتن ياسر عبدالرقوف. لان انت عملت معا عن قرب يعني. تمام. هو راجل اللي بيهمه اهواء ولا بيهمه حاجة. هو بيحاول يشتغل. قد تكون الادوات ما بتساعدوش. لكن كابتن ياسر كاسر انا بسخ فيه ما في الماء. فضل كابتن. خلينا هنا وانا باتكلم يا كابتن انا ببعد عن الاشخاص. اشخاص. حل. انا باتكلم هنا عن اداء الوظيفة. نعم. اداء كابتن ياسر عبدالرقوف الوظيفة. بتعين محمد الحنفي. اداء ربما. ربما شابه مجاملة لكابتن محمد الحنفي. مجاملة ربما تكون كمان مجاملة قديمة. بص يا كابتن. انا اجيب لك وقع لكابتن محمد الحنفي. راح لتقنية الفيديو. ورجع اللي شافه ما حسبوش. بمعنى. بمعنى. مباراة الزمالك واسموحة موسم 2020. 2021. مايو 2021. راكل الجزاء واضحة وصريحة للجميع. دهس على قدم عبدالكبير الوادي من طرق حامد داخل منطقة الجزاء في الديها السبعة. استدعى حكم الفار. قال له تعالى يا كابتن عندي راكل الجزاء. راح كابتن محمد الحنفي. شاف اللقطة. لو الصورة موجودة نعرضها. شاف اللقطة. رجع. صفر. مفيش راكل الجزاء. كان وقتها كابتن ياسر عبدالرقوف. محلل. او خبير تحكيمي في قناة نادي الزمالك. ماشا. طلع كابتن ياسر عبدالرقوف. مقدرش ينكر ان الكرة دي راكل الجزاء. هو امين في الحاجات دي. بس سأل ايه. قال ده ربما تكون فاول من البداية. ماشي. هقولك بس. طب. اكمل. نا. تفضل. دي ممكن تكون فاول من البداية. لصالح شكبالة. طب. انا هنا. ال اي بي بي. اللي بيقوله عليه. هل انت كحكم فار. عرضت له اللقطة. لا. عرض له لقطة راكل الجزاء بس. فكان قراره في راكلة الجزاء. اللي الجميع اتفق عليها. حتى كابتن ياسر عبدالرقوف. انه مش راكل الجزاء. فانت يا كابتن ياسر. وانت بتحلل اداء محمد الحنفي. عارف ان عنده اخطاء فجة. وانت يا كابتن ياسر. عارف ان محمد الحنفي في مرات البنك الاهلي. كان حكم تقنية فيديو. في لمسة يد على اي من اشرف. في ديئة 78. ونتيجة 3-2 الاهلي. غيرت النتيجة بقت 4-3. لصالح البنك الاهلي. فمن العقل. ومن المنطق. ومن حسن الادارة. ان انا ما جيبش حكم. عمل ازمة في اخر مباراة بين الفريقين. واضحة. وهو على التقنية الفيديو. اذا اعتردتكو على انه كان يجب ان يكون حكما غير. وانا في النقطة دي. حكم غير. محمد الحن. والفار. انا جيبت فار ده. انا مهمة جدا. انت قصدك. احنا قصدنا دي بتاعة. دي رأل دي. لا بص اياها. دي السؤال بقى يا كابتن. انت سألته لي. انت بتقول ايه. بقى احساسي. لان انت لعبت كرة. انا شايف فرق للجزاء. انا عايز اقول لك يا كابتن. ان حكم تقنية الفيديو. مفهومه. عند حكم الساحة المصري. مفهوم خاطئ. بمعنى. ده حكم تقنية الفيديو جاي. بيساعدك. مش جاي يعلم عليك. وبما انه بيساعدك. فانت المفترض يساعدك في الحالات. اللي انت يكون عندك فيها قصور. انك توصل لي. اللقطة دي يا كابتن دربة ركنية. يعني كرة سابتة. تمام. بيرفعها يا حي عطوة الله. انا تمركزك حكم. لما يكون في الرقلة. في الرقلة الركنية. والكرة السابتة. ما يخلنيش اشوف الجوة التمنتصر. انا مراحش حكم. بص يا سبا. ممكن جدا. مع الزحمة. ممكن ما يشوفش. لو جبت كدر واسع يا كابتن. والله ممكن جدا. بس بصيح. في اعادة. لا لا لا. انا اروح للفار. لا 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 لا. اروح لفار. بس بعد النقطة دي. في في كدر اعادة. كان عمودي على المرمى. كان واقف كابتن محمد الحنف دهر لنا. فبالتالي هو شاف اللقط. بس انا 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 هاجبها لك. بس انا بقولك انا يعني. انا ممكن ادي جزء من العزر الحكم الساحة. لكن لا اعطي اي عزر الحكم الفار. ولكن المرمى دي. معلش. انا ممكن. انا حكم الفار مع كل العزر. اه. لان الصورة مش واضحة. لكنه. كلمة فارس مهمة جدا. اللي قالك. انه في هذا اللقاء بالتحديد. لابد ان يكون على الفرح وكان دوليين. طب. بالزبط. بس ما تظلمش الولاد كمان اللي كانوا موجودين. انا مش هزلمهم. وهروح لنقطة تانية كابتن برضه. اتصد. نعم. انا جبت برضه. انا كأني. يعني. ده. 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 سألتولي. انت بتقول ايه. بقى احساسي. لان انت لعبت كرة. انا شايف رقلي الجزاء. انا عايز اقول لك يا كابتن. ان حكم تقنية الفيديو. ما فهومه. عند حكم الساحة المصري. ما فهوم خاطئ. بمعنى. ده. حكم تقنية الفيديو جاي. بيساعدك. مش جاي يعلم عليك. وبما انه بيساعدك. فانت المفترض يساعدك في الحالات اللي انت يكون عندك فيها قصور. انك توصل لي. اللقطة ديها كابتن دربة ركنية. يعني كرة سابتة. تمام? بيرفعها يحي عطوة الله. انا تمركزي كحكم. لما يكون في الرقلة. في الرقلة الركنية. والكرة السابتة. ما يخلنيش اشوف الجوة التمنتصر. انا مرحش احكم. بص يا سبا. ممكن جدا. مع الزحمة ممكن ما يشوفش. لو جبت كدر واسع يا كابتن. والله ممكن جدا. هقول لك حاجة بس بس. في اعادة. لا 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 لا. انا روح للفار بس. لا 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 لا. انا روح للفار بس. بعد النقط دي. في في كدر اعادة. كان عمودي على المرمى. كان واقف كابتن محمد الحنف يدهره لنا. فبالتالي هو شاف اللقط. بس انا انا هاجبها لك. بس انا بقولك. انا يعني. انا ممكن ادي جزء من العزر الحكم الساحة. لكن لا اعطي اي عزر الحكم الفار. ولكن المرمى دي. لا اعطي يا كابتن. معلش. انا ممكن. انا تدين دي عزر الوقت الحكم الفار. ممكن في لحظة. لا. انا حكم الفار مع كل العزر. اه. لان الصورة مش واضحة. لكنه. كلمة فارس مهمة جدا. اللي قال لك. انه في هذا اللقاء بالتحديد. لابد ان يكون على الفرح وكان دوليين. طب. بالزبط. بس. ما تظلمش الولاد كمان اللي كانوا موجودين. انا مش هظلمهم. وهروح لان قطة تانية يا كابتن برضو. اتفرد. مسئول مسئولية مباشرة. نعم. مخرج المباراة. عن هادر عباس. ليه. لان مخرج المباراة. كان فاطن جدا في الشوت التاني. للقطة كهرباء. لما دهس على مدافع البنك الآلي داخل منطقة الجزاء. نعم. وجابها بمنتهى الوضوح من اللعقة من الكاميرا. حصل. اللي هي المرمى ده. نعم. اللي حصل في ده. انا عايز افهم مخرج المباراة. فين من اللقطات في ضربة سابتة. انت كنت بتجيب ايه. اقول لك انا بقى كابتن. وده حصل ما بين اجتماع المخرجين. واجتماع لجنة الحكام. وكابتن ياسر عبدالقوف موجود. ويقدر يكذبني لو الكلام ده ما حصلش. لما حصل اجتماع مع مخرجين المباراة. اتقال بوضوح من بعض المخرجين. لا يا جماعة احنا عندنا مفهوم آخر. وعندنا لقطة مدير فني. وهو بيغير لعب. ولعب بيتنرفز على الدكة. بالنسبة لنا احيانا بتكون اهم من البس المباشر. نعم. الجملة دي اتقالت بوضوح شديد من المخرجين. طب انا دلوقتي اعبع عندي مشكلة في لجنة الحكام. عندي مشكلة في الحكام وتعينهم. عندي مشكلة في الخبرات اللي عندي الحكام اللي بتعينه في برات حساسة. وكمان عندي مشكلة في البس. او النقل المباشر للاخراج. وكل ده صدفة وتصادفه قدريا. يكون بيحصل في برات الناد الاهلي. وكل ده يكون المتضرر منه فقط لغير. الناد الاهلي اكيد. مش صدفة كبير. السؤال يا عشان نيفل الملف ده. انه لو عندك حاجة تانية فيه خضرحتك. انه طب ما الاهلي لعب مع زد. والاهلي لعب مع سيراميكا. او ما طلقتش. يعني ما حدش تدع اتكلم ولا اهل حاجة ولا كان فيه مشاكل. ليه لما الاهلي بيحصل له تعادل او خسارة او او بيتقال كده. اه هنا ده الاسامة. شكرا. اصده عليه. مش ممكن. لا يا كابتن شايفها بمنتهى. وما فيش لعب عامل بلوك عليه. ده يا كابتن ما فيش بلوك عليه. باصس يا كابتن للقورة. دي ضربة سابتة يا كابتن. لو انا مش حكم قادر اتخذ قرار في لقطة زي دي. ومستنى تقنية الفيديو. انا عد في البيت. زي ما كنت عادل سنة اللي فات. فيها بقى حاجة كمان نفسيا مش طبيعية. ان انا كحكم زي محمد الحنفي. انا قريدي عندي الموسم اللي فات. مشكلة مع النادي الاهلي. وكنت سبب في عدم احتساب راكل الجزاء لصبه. كل موسم يا فارس في مشكلة. فالطبيعي نفسيا يا كابتن شبير. ده حاجة بيبقى الانسان الطبيعة النفسية والبشرية ليه تخليه انا السنة اللي فاتت كان عندي غلطة في ماتش الاهلي. راكل الجزاء ما حسبتهاش. فلعبة زي دي حكون اميل اننا صفر عليها راكل الجزاء. ولو ما فقاش حاجة الفار يجي ويقول لي تعالى يا محمد يحنا في. ما انت وشوفتش حاجة. ما اللعبة هي الصحر 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 الصحر. اولا في النهاية طبق اي انا. ما اللعبة. ما كابتن الصفارة الصحر ان هو شايف اللعبة. ما نحسبهاش على السنة اللي فاتت. ما لقاش علاقة ده. بس هنا كابتن هو شايفها بس ده ولا مش شايفها. لا كده شايف. مليون في المية شايف. انا بقولك كده شايف. كده شايف وشايف بوضوح كمان. طيب السؤال كان. ما انت عمك تلعب وتكسب شايف من الحكام. ما انت كل ما تخسر نقط. هتجي تقول الحكام. ده انا بقى كابتن بالنسبالي احنا وصلونا في حتة التحكيم ان احنا عايزين نفكر بالشكل اللي هو مش مفترض ان احنا نفكر عليه. ده بقى الطبيعي ان احنا بنكسب وبناخد حقنا تحكميا. وانت لو خدت حقك تحكميا كأن ده منحق او منه. لا طبعا. هو الطبيعي ان انا ما يبقاش عندي اخطاق تحكمية. اللي استثناء ان ده يحصل. فان انا بالنسبالي يبقى كنادي اهلي. اوصل لمرحلة ان انت عايزني يا كابتن شوبيل لما هم بقى باخد حقي. او انا كنادي اهلي بتعمل دورك كحكم. ان انت بتتقادى اجري عليه. وانا بقول مع احترام يا كابتن شوبيل انا رافض تماما كلمة قضاة الملاعب. فكرة القضاء والقضاء ده حاجة زاد شأن. وفكرة حكم في الملعب. عنده فار وعنده قوانين بيطبعه. وعنده لعبة بيشوفها بيحسبهاش. فانا اللي شايفه ده. لا ده مقام تاني خالص. فانا كابتن شوبيل لما وصل لمرحلة ان هم عابوا بيجاملوا النادي الاقلي او بيتفضلوا عن النادي الاقلي انهم ما ظلموش في المباراة التانية. ده الاصل في الامور ان انت ما تظلمنيش. جامل اذا الاتفاق هنا انه الكل مجمع خبير اجنبي. انت قلت خبير اجنبي بتاقمه. صح. للتحكيم. خبير اجنبي ومسؤول عن الفار اجنبي. ومسؤول عن الفار اجنبي. بتاع ناخد بعضا من اسئلة. ساعة عند نقطة مهمة كابتن. عايز اتكلم فيها لجامهير الاهلي قبل ما تعرضوا الاسئلة. لان انا بقيت استشعر وده بشكل واضح ان الحكام المصريين ما بقوش يخافوا من النادي الاهلي او جامهير النادي الاهلي. وانا اسم انا اقول ده ليه? لان انا عارف كويس او ان احنا عندنا جلب زاد زيادة عن اللزوم. فجامهير النادي الاهلي مع اي اخفاق بتبدأ تقول ايه? حتى لو الحكم ما حساب ليش جول. وما حساب ليش ضرب الجزاء انا مفترض اكسب. لا ده ده مش شكل. لانت عارف انا كنت احسابك هتقول ايه? اه. انه العشر تلاف اللي موجودين في المدرجات مع من لهم الف حساب. انهم مش هيسكتوا على غلط. مش متين واحد بس موجودين في المدرجات. وانتمنى يكون فيه طبعا جميلة. لكن اه. لكن مهمة كابتن. عشر تلاف موجودين في المدرجات وصوتهم كده بيجلجل في الحق بتعملهم. وعا السوشال ميديا يا كابتن للأسف الضغط اول لما بيبدأ بيبدأ. السوشال ميديا ده بيبقى بعد المباراة. ماش بس. انا بتكلم عشان تضمن. اتفاعوا للحكم. اه ما انا باعث. تضمن حقك داخل المباراة. والنقطة التانية بقى اللي بتخلي الحكم ما بيخافش من الضغط ده. ان احنا عالسوشال ميديا اول حاجة بنعملها بنروح نضغط على مجلس الادارة. ونروح نضغط على الجهاز الفاني. ونروح نضغط على اللعابين. فالحكم خلاص ما انا بغلق. انا بقيت برق. وبتعدي. انا بقيت برق. ده مش كده وبس يا كابتن. في نقطة برضه اخرى. في قضايا تانية اخرى. بابدأ اروح حتى لو انا مش في ايدي القرار يتضغط علي. انا كجلد ذات. فالطرف الاخر اللي المفترض هو اللي بتضغط ما باش بتضغط للأسف.